السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا يلا إلا الله من ذا رسول الله أشهد أن لا يلا إلا الله من ذا رسول الله حيا على الصلاة 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 لا يلا إلا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وأشهد أن سيدنا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله نبي الثقلين القدوة ورسول العالمين الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وصلاة كهذه الصلاة على آل بيته الأكرمين ومن سل من سلالتهم أجمعين إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام استحبنا قارئنا الكريم عبر الربع الأخير من القرآن الكريم في تلاوة الجمعة مضى حتى وصل إلى أواخر الصور ثم ارتحل في بداية جديدة لقراءة جديدة إلى سورة الفاتحة واختتم بقول الله تعالى في مستهل البقرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه غدا للمتقين وهنا كان الوقت قد أحاط به فهبط إلى أرضنا بسلام في كل جملة قرأها القارئ خطبة جمعة ليس في كل آية في كل جملة قرأها القارئ خطبة جمعة وفي الغوص من أجل استخراج نفائس النظم الكريم في كل جمعة عشر خطب في كل جملة ومع ذلك لا يأخذ المتحدث من القرآن بهذه الصورة إلا كما يأخذ كف الإنسان إذا وضعه على صفحة المحيط فكم يأخذ من ماء محيطات الأرض قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ثم ألم تسمع إلى قول العلي الأعلى سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر الماء عموما كل ماء الأرض يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله صدق الله العظيم ومن هذا النور اقتبس الإمام الأعظم ليس أبا حنيفة وإنما محمد ابن عبد الله السهيلي قوله لو أوتي كل عبد منذ آدم إلى قيام الساعة بكل حرف من القرآن الكريم ألف فهم وفهما ما وسعوا مكنون علم الله في كتابه والله وأنا على وضوء ومن فوق ممر إن الرجل لم يبالغ بل قال الحقيقة وأقل اللهم ارزقنا نورك لنبصر جمال القرآن ودعم بصائرنا لنستلهم كنوز القرآن ونور حياة المسلمين أجمعين بالقرآن وآنسنا في قبورنا بالقرآن وشفع فينا يوم نلقاك القرآن أيها الإخوة المسلمون الأكارم فيما قرأ القارئ طالعنا قول الله عز وجل يحدث كل إنسان إلى يوم القيامة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا يستويان هل قال أحد إن النور يساوي الظلام أو إن العلم يساوي الجهالة إطلاقاً ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قضية منطقية يقرها العقل إدفع بالتي هي أحسن يعني إيه جايز واحد يهدفك بسيئة من غير وجه حق أو بوجه حق وأساء استعمال حقه إدفع بالتي هي أحسن يعني لما الكورة النار تيجي في عبك رد عليه بكورة تلك إدفع بالتي هي أحسن مش إدفع بالحسنة بالتي هي أحسن والفرق كبير أوي إدفع بالحسنة أو إدفع بالتي هي أحسن قضية فإذا الذي بينك وبينه عداوة إدفع لك الكورة النار كأنه ولي عميم أنا قبل الخطبة هقول لك خطبة إيه الخطبة الأولانية اللي هقولها قبل الخطبة جربوا المسألة دي أنا عاوزك عشان تفهم المعنى جرب المسألة دي إذا لعن والديك قل له أسأل الله أن يرحم والديك طب جربها كده وجربها مع واحد ظالم جاهل طاغية طب افرد إنه الشيطان دفعوا أكتر وشتمك أكتر احدف له كمان واحدة جميلة حيقبلك طول عمره وعينه في الأرض منك خجلاً إنما إحنا للأسف حلفاء الشيطان كلنا حلفاء الشيطان وأنا حليف الشيطان بنسبة برضو يعني يعني هل أنا في كل حال بدفع باللتي هي أحسن أرجو أن أصل إلى هذه الدرجة درجة جميلة جداً ودرجة تدل على القوة تدل على إنك أنت بطل هو مين يعمل كده للبطل إنما السفهاء الطيشين أبويا أنا بتعارف إيه من أبويا ابنه والجزمة في الإيد وحيشتال المنتصر والكسبان في المعركة دي إبليس بس الملايكة اللي بيحبوا سيدنا النبي وأمة سيدنا النبي بيدمعوا ساعة دا ما يحصل بيبكوا بننصر الشيطان على سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون الأكارم خلق الله الناس متفاوتين منهم المنضبط ومنهم المنفلت منهم المعتصم ومنهم المتسيب منهم الهادئ ومنهم الهائج منهم حلو اللسان طيب الكلم لين الجانب خفيض الجناح رقيق المعشر ومنهم ومنهم الطائش الباطش الغشوم الجاهل الذي لا يقرأ العواقب وتلك مصيبة مصيبة المصائب أن لا نقرأ العواقب حساب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم لأن الناس مختلفون هكذا فقد أنزل الله كتابه فيه توفيق لكل الأوضاع وحل لكل المشكلات ونور ينير السبيل أمام التصرف في المعضلات من ذلك أنه أمر بأن نغضى الطرف عن إساءات المسيئين بداية يعني إذا أساء أحد التفتنا وأغضينا عن ضعفه وغشنه وهياجه وجهله واتبعنا سبيل الهدى والرشاد فاصفح الصفحة الجميل فاصفح الصفحة الجميل فاصفح كفاية لازمت المفعول إيه المطلق النحوة هيرجعوه فاصفح الصفحة تأكيد كأنه قال صفح تلاتين مرة لوحدها فاصفح الصفحة وبعدين ما يكفيش الجميل الصفح الجميل هو الصفح الذي يقتلع جذور الألم النفسي منك فلا تشعر به أبدا ولا يعاودك الإحساس بالغيظ كلما رأيت هذا الذي أغاضك أو كلما سمعته الصفح الجميل صفح يغسل النفس غسلا كاملا تجاه الذي أساء إليك وهناك أيضا فصبر جميل فاصبر صبرا جميلا صبر لا شكوى معه مما حدث لا أنين مما حدث لا ضجر مما حدث هذا لا يتأتى إلا من الأقوياء مين اللي يقدر يعمل كده صبر جميل صبر أساء طب خد اشرب الشاي ده يا أخي ما تطوعش الشيطان أنت هتنصر الشيطان وتخليه يفرق بيننا إحنا أخوات طب خلاص الله سمحك القوي هو اللي يحول الثائر إلى إنسان هادئ هذا هو القوي ليس القوي ذلك الذي يواجه هياجا بهياج سيحدث ثورة وسيحدث مصيبة ولا تدري ماذا سينجم عن مقاومتك شرا بشر قد يسقط واحد قتيلة دون أن تحسب حسابها الله تعالى من رأفته بعباده ورحمته بهم شرع لنا الحلم الحلم دي صفة من أعظم الصفات هي تحت النبل مباشرة الحلم دي صفة مين اللي يوصف بالحلم الكبار الشامخين الأطهار الذين لا يعرفوا دمهم السخونة تسخدمك إزاي أين الله في قلبك أين الله في يقينك كيف تغضب وأنت مؤمن تعلم أن الله معك جاء الرجل إلى رسول الله من أمامه يا رسول الله أوصني قال له لا تغضب فلف وجاء من يمينه يا رسول الله أوصني قال لا تغضب لف وجاء من يساره يا رسول الله أوصني قال لا تغضب أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الوصايا فلم يجد إلا لا تغضب إن هذا رجل يعرف النبي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سريع الغضب فكرر الوصية له برارا ليقتلع من ذات الرجل تلك الصفة اللعيلة سرعة الغضب سرعة الطيش سرعة الحماقة سرعة الثورة جريمة كبرى أن تكون سريع الغضب أن تكون ثوارا جريمة لست أقول لك كن باردة ولا كن لوحا من الثلوج اغضب لله عز وجل اغضب للدين اغضب لمكارم الأخلاق وهي لا تغضب لشيء من ذلك لا تغضب إلا إذا كان غير الغضب لا يفيد أيها الإخوة المسلمون الكرام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ استمع جيدا ثلاث ثلاث من كن فيه إذا اجتمعوا التلاتة دول في عبد ماذا يا رسول الله فقد استكمل الإيمان واستوجب الأجر استوجب يعني بقى الأجر واجب على الله هذا رسول الله الذي يقول ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان واستوجب الأجر طب حد يسمع كده ويفرط في التلاتة دول طب في أغلى من التلاتة دول أن تستكمل الإيمان أن تستوجب الأجر أن تستوجب الأجر هل هناك أكثر من ذلك يحرص عليه مؤمن إطلاق الأول أو الأولى ثلاث الأولى خلق يعيش به بين الناس النبي بيعرفنا إيه إيه اللي يخليك تعيش بين الناس يحبوك وتحبهم في سلام وأمان وأمن وأمان خلق خلق يعيش به بين الناس خلق كريم خلق رفيع خلق رائع خلق فاضل خلق يجذب الناس إليك خلق يحبب الناس فيك خلق يعيش به بين الناس أن تكون صادقا أمينا وفيا متعاونا رحيما كريما برا عطوفا متعاونا حليما نبيلا عفا طاهرا سمحا متياسرا ماذا أقول خلق خلق تعيش به بين الناس طيب كويس أنا عندي أخلاق كويس بس في الناس اللي حينرفزني وحلم يدفع به سفه السفية الناس فيهم سفهاء الناس فيهم طوال الألسنة الشرار الصفات همجيين هم أقرب إلى الوحشية منهم إلى الإنسانية في الناس أولئك عليك بالتسلح بالحلم وحلم يدفع به سفه السفية ثم ماذا في الأرض شرور أخريات يا رسول الله غير السفهاء في الشرور كتير في الأرض فتن في الأرض مغريات في الأرض شهوات في الأرض نزوات وورع يحجزه عن محارم الله خلي بالك فيه واحدة بس خاصة بالله واثنين خاصين بعباد الله واللي خاصين بعباد الله الأول واللي خاصة بالله الآخر خلق يعيش به بين بين الناس وحلم يدفع به سفه السفية من الناس إذن الله يطلب إليك أن تحسن العلاقة بالناس من خلال ذلك أخلاق طيبة تشد الناس إليك تخليهم مش عاوزين سيبوك تنام حتى وحلم تدفع به طيش الطائشين وسفاهة السافهين وتطاول المتطاولين وإساءات المسيئين وبعدين في الآخر ورع تلم هدومك عن المحارم وورع يحجزه ارجع عن محارم الله اجتهد في أن تتحلى بهذه الصفات فقد استكمل الإيمان واستوجب الأجر خلق تحلى بالأخلاق تعاول الأخلاق الأخلاق تعود أخونا حاول تتعود الصفة اللي فيك وحشة حاول تبدلها بالحسنة وحاول تتعود الصفات اكتساب مجرد ما تعرف إن الحلم مطلوب انت منتج حليل بتصور بتيك حاول تتحلم التحلم يعني تعود الحلم التربي على الحلم ثم ثم إذا كان الحديث اللي فات صحبه اللي بيحققه يستكمل الإيمان ويستوجب الأجر ففي حاجة أقوى بقى أسمعه النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا شوفوا النبي شوفوا النبي الواحد مننا عشان يتعلم كلمتين عاوز يبقى الأمر الناهي إنما ده الأول أجذبك أقنعك بإنك تسمعني مفردش نفسي عليك شوفوا النبي بيقول إيه أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها وفي رواية بهن بينزل الصفات دي منزلت العقل للاهتمام بها أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها أو بهن طب هو النبي لو جالنا كده وقال أريد أن أوصيكم بتسع مش ربنا قال لنا وما آتاكم الرسول فاخذوه مال ما قالش كده ليه بيتحايل علينا بيتمسح فينا أو إيه لازمت أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن عاوز يقول لك إن ده ربنا قال لي أقوله لكه وأنا كمان بقوله لكه يريد أن يضم صوته إلى صوت الله في الأمر فكأن هذا الحديث يأخذ حق آية من الاحترام ووجوب التنفيذ أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها شوفوها وحدة وحدة كده الإخلاص في السر والعلانية ولذلك أنا عاوزك ضروري جدا تصلي في السر ولذلك من السنة يا سابة إنك تصلي السنة في البيت أنا مش كده بقول لكم ما تصلوا السنة من هنا لأ في سنة لازم تصليها هنا يعني السنة اللي هي قبل الوقت دي حتى بكون في المسجد طبيعي لو أنت جانب المسجد وصلتها في البيت يبقى أفضل ليه؟ وحاول كل ما تصلي ركعتين بالليل لله تبقى لوحدك محدش شايفك تقرى القرآن الورد بتاعك تبقى لوحدك مدعاه للإخلاص حافظ على خلوص العبادة من أي شائبة أوصاني يا ربي بتسعن أوصيكم بها الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب فيه اتنين جولك يحكموك في قضية إذا كنت باللي بيصلحه بين الناس واحد منهم ابنه متخانق مع ابنك عشان الحد أنا بكلم البيئة بتاعتنا اللي احنا فيها عامل مشكلة مع ابنك واحد منهم أب وبنت هي مرات ابنك وغضبانة والتاني رجل حبيبك قوي ابن عمك ابن خالك أخوك ابنك والحق مع الرجل التاني ده وانت بينك وبينه غضب يدي له حقه والعدل في الرضا والغضب يعني ما تخليش الحكم ماشي ورا هواك انت بتحبوا يبقى له الحق ما بتحبوش عليه الحق لا خليه ماشي هواك ماشي ورا العدل العدل مع خصمك مع خصمك والأتاك أنا بقول خصم فتح الخام العدل مع خصمك حق العدل دي له حقه العدل مع أخوك ادى أخوك حقه والقصد في الغنى والفقر يعني ايه وأنا فقير ما معيش الستة هتجيب لي بيضة بيضاها الفرخة أغمسها بشوية ملح ولقمة عيش الحمد لله رب العالمين طب أنا بعت البطاطس ومعي سبعة تامن تلاف جنيه النهاردة وحفتر بكرة ما برضو تنفع البيضة خلي يا سيدي جنباها حت الجبنة إنما جبنة وعسل وطحينة ومربة وكمان جبنة ونعتلت جبنة ومش عارف ايه ولو حتة كبدة متحمرة يبقى مفيش مانع على حطعة بالنهاردة ده برضو لو متيسر ما بنقولكش لا خلي بالك بقى لما هتوصل المرحلة دي فيه واحد مش لاقي يفطر ما هو مدك كتير بيديك عشان اللي مطلوبين منك ما هو مطلوب منك كتير مش بس ولادك ساعات مطلوب منك ولادك إذا ما كان شل كده إنما لما ربنا فتح مطلوب منك مع ولادك ولاد الأغنياء كلائي والفقراء عيالي شوف انت لما بتطعم فقير بتطعم مين عيال ربنا ده هو اللي مديك ده كله وبيقولك دول عيالي هتديهم بقى ولا مش هتديهم ادي معنى والقصد في الغنى والفقر ولذلك في الأثر لا عقل كالتدبير ولا كنزة كحسن الخلق التدبير إنك انت ما تكونش ممسك ولا بخيل بس ما كنش مسرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ما تطلعش الجنيه هلا إذا عقتلوا بحكامة عسكرية ولا تبسطها كل البسط تبدرش فتقعد ملوما محصورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والقصد في الغنى والفقر ألي ثلاث وأن أعطي وأن أعفو عمن ظلمني قوة بطولة وأن أعطي من حرامني أصل وأعفو عمن ظلمني مش عمن يعفو عني عمن ظلمني وأن أعطي من حرامني هي دي البطولة بتديله لأنه بيديك تاخده هات مفيش خمسين في المية مفيش فيها بطولة البطولة بيحرمك حتى من إلقاء السلام تديله وأن أصل من قطعني هل العفو عمن ظلمك واعطاء من حرمك وصلت من قطعك تتم التلاتة دول إلا بالحلم الحلم ربط المشاعر وضبط الأحاسيس وضبط النفس الشيطان حد قالك إن الشيطان تاب حد فيك وسمع إن الشيطان تاب إذا سمعتوا إن الشيطان تاب وبقى مع الملائكة قولولي إن الأرض حتخلو من الشرور أصدقك جايز طب إنتا لما ربنا قال حكاية عن من قال إن النفس لأمارة بالسوء أنتوا تقدروا تقولولي إن كل النفوس مطبئنة أو كل النفوس لوامة فيه الأمارة بالسوء طيب مدام فيه شيطان ونفسها أمارة بالسوء وفيه غريزة وفيه هوا وفيه شهوات وفيه ناس عناصر في المجتمع شغلين عند الشيطان مش باليوم ولا بعق ده شغلين بتأمين كامل ما بيعملوش اللي عند الشيطان شغلته عند الشيطان واللي قاذه بالله ده هيستفزك لما يستفزك ده الحلم بقى ولذلك فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا موثوقا اتك الله حيثما كنت عارف معنى حيثما كنت يعني إيه؟ طول ما انت عايش وانت نايم اتك الله ازاي؟ نفض فرشتك وشدها كويس وخلي المخدة مستواها متوسط ونام على جنبك الايمن ويريد تنام على وضوء وانت بتنام تمدي ايدك تشد كل الشرور اللي في دماغك وكل الضغاء اللي في قلبك انت لا تدري اتقوم من نومك ام لا تقوم فنام متوضع ونام طاهر مش الطهارة الحسية بس طهرت الثوب والبدن والمكان والثياب اي اه وانما طاهر ظاهرا ده الوضوء وكلام ده وباطنا تنام طاهر طهارة ظاهرة وباطنة باطنة ازاي؟ تمدي ايدك تطلع الشوية المكر السيء والنوايا السوداوية والتدبير الشيطاني من دماغك ترميه طهر دماغك وطهر قلبك من اي عاطفة سوء عاطفة شريرة احقاد ادغان حسد كيد غل كبر غرور نظفه ربما تموت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت انت سلمت اه طب تعالي بقى وانا شايفين في ناس بتموتوا يا نايمة فانت لما تموتوا انت نايموا جواك مليان شرور انا بحبك وعاوزك تبقى سليم لو مليان شرور من جوا مهما يغسلوا فيك قلبك السود ما ينفعش طهر قلبك دائما لان لو سحبنا المعنى بتاع الحديث بقى سحب ادبي يبعث المرء على ما مات عليه هو مش بس ده ماته وسجد يا سلام يا بغته طب ماته قلبه سود مليان فحم ايه رأيك يبعث المرء على ما مات عليه اوعى تناموا جواك سيء يا سلام اتق الله حيثما كنت على طول من ساعة ما تبلغ لحد ما تموت اتق الله هذه معنى حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اللهم ادعو الله ادعو الله ادعو الله ادعو الله يا رب وابني بحلالك عن حرامك يا رب وبفضلك عن منسوحك يا رب يا كريم يا رب يا رب الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعنوا ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحمده على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم كلنا يقولها مرارا وتكرارا حتى لو كنا بنقول ورى المؤذنه بيدا أشهد أن لا إله إلا الله لكن كلنا يقولها بلسانه فهل كلنا يمتلئ قلبه بمعناها لا إله إلا الله يا سادة يعني الكلام اللي بتسمعوه هنا تعني كتير أوي لا إله إلا الله يا سادة تعني كتير أوي معناها كبير أوي سأل أحد أحد الصالحين ما معنى لا إله إلا الله فأجابه الصالح معناها فاستقم كما أمرت الله واحد متعلم في الأظهر زي حالاتي مثلا قاعد قال له إيه إيه اللي جاب دي لدي إنت مجاوبتش الراجل قال له ما المعناها إيه قال له لا معبودة بحق إلا الله قال له هذا المعنى ما هي فاستقم كما أمرت يعني أعبد ربنا حق عبادته معنى لا إله إلا الله استمعوا وأطيعوا لما يأتيكم من قبل الله هذا معنى لا إله إلا الله الكلام اللي بتسمعه في المسجد والقرآن اللي بتسمعه في المسجد أو في الميتم أو في أي مكان دا مش لتمضية الوقت ولا عشان تصح صلاة الجمعة أبدا ممكن أطلع أقرأ صورة صغيرة من الصور بعد الحمد الله والسلام عليه والصلاة والسلام على رسوله وانزل وانصلي والجمعة صحيحة يعني لو جيت هنا أريت الماعون أو أريت إن أعطيناك الكوثر بعد الحمد والشهادتين وانزلت نصلي جمعة جائز النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطبوا جمعة بصورة قاف يقرأ صورة قاف يعني لو فرد وما جلكوش خطيب أنا غبت التاني جاب الرابع مجاش التاني يوقها مجاش وما فيش حاجة خالص وطلع أم الشيخ محمدي رضي الله تعالى عنه وأرى صورة قاف ونزل صلوا الجمعة عادي الشيخ موسى أرى صورة قاف صلوا الجمعة عادي ده الدين ما فيهش مستحيل الدين واسع والدين يسر والدين سماعة والدين حكمة والدين رحمة الكلام اللي بتسمعه في المسجد ده أو في أي مسجد طبعا الكلام اللي بتسمعه من فوق المنابر صاحبه لو خايف من ربنا يبقى وعدكم مش فايد لأنه مش هيقول اللي الكلام اللي علمي صح ومدام بلغك انت بقيت مسؤول زي تماما عن التنفيذ العاقل يعي ما يقال ويجتهد في أن ينفذ أقصى ما يستطيع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عثاب أليم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نصر لإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم وفق قادتنا وبارك أمتنا وحقق وحدتنا لخير المسلمين يا كريم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وآمنا في أوطاننا ولا تؤاخذنا بما فعل الصفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم أذكركم لا إله إلا الله واستغفروه يغفر لكم واستغفر الله وأقموا الصلاة إن الصلاة تتمهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون شكرا 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 شكرا